السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم ليلى ديليس نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم راح نقدم لكم وصفة جديدة اللي هي بوراك العجينة اللي راح يغنيكم حتى على ورقة الديول على بركة الله نعطيكم المقادير الوصفة تعنهار اليوم عندي كيلو فارينة نحتاج معها زوج حبات بيض مغرفة كبيرة خل ربع مغارف زيت الملح ونحتاجه للماء للحشوة و للحشوة نحتاج 500 قرام الحمرحي بابخيكا حراس الحانوت فلفل لكحل ملح والبصل والثوم لدينا زوج نيبان ثوم البصل كمية ما شاء الله وكل واحد يدير الحشوة اللي تعجبوا المهم تدول الوصفة العجينة والحشوة تقدروا تديرها بالجاج تقدروا تديرها بالحوت كل واحده كيفاش يعمرها كما البورك يعني قصدي كما البورك تعنى اللي نخدموها بالورقات على الديول هنا نحط زوج حبات بيض مغرفة خل ربع مغارف زيت السبب نضيف الملح من بعد سوف نضيف الملح من بعض الملح هنا قمت بكس احد الوصفة اضيف الملح اضعي زوج كيسان اضعي العجينة اضعي زوج كيسان اضعي زوج كيسان اضعيها اضعي عجينة اضعي وقسم العجينة اضعي العجينة تقدروا هذه العجينة تقسموها على ربعة يعني تديروا زوج كورات مع بعض وزوج كورات مع بعض هكذا بشديكم العجينة صغيرة كتكونوا تحلوا فيها وتسهل عليكم العملية نغطوا العجينة التعنام ونخلوها ترتاح المدة التي نوجد فيها الحشوة نقطع البصل التعنام بهذا الشكل ونحن نقطع ثوم التعنام نقطع البصل 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 نعطيه الشكل مربع أو مستطيل نعطيه الشكل مربع أو مستطيل نعطيه الشكل مربع أو مستطيل نعطيه بنفس الحجم قضيه نفس الحجم نجده بالفارينة ندهنها بالزيت ندهنها بالزيت ونزيد الرشو فوق الفارينة لتحصلوا على عجينة مورقة حطيت العجينة فوق العجينة الثانية وراني اللوي فيها كما راكم تجوفوا سمحوا لي ما كانت تصور كاميرا شوية هبلتني هذ المرة ما عرفت شعليش كانت تطفى وحدها المهم حطيت العجينة فوق العجينة بعد ما دهنتها بالزيت كما شفتوني وهنا راني اللوي فيها بهذا الشكل هذا بلا ما نزيد ندهن العجينة من فوق يعني ندهن مرة واحدة برك يعني نجي مدهونة غير في الوسط بين العجينة والعجينة ندلوا هذ الشكل تعل الحربوش كما راكم تشوفوها يعني الحجم انتو ملا بغيتوهم يكونوا صغار رقق قو شوية يعني الحربوش تحكم يكونوا شوية رقيق بشك تقطعو يجوكم هذو الكورات صغار وانا ندلتهم يعني متوسطين ما دلتهم مكبار ما دلتهم صغار وانا ندلتهم مكبار ما دلتهم صغار ونضع لهم كامل فارينة من زوج جواية باش ما يسقن لش بلوندو تخفاي ونجينا الخدمة نقية بعد ما نكمل كامل نبدأ مباشرة نحل فيهم بالوحدة ونبدأو دايمن يعني بالوالة اللي درنا لهم الفارينة نحلوهم بالسمك تاع 3 مليماتر ولا ممبا يعني تقدروا تقولوا السمك تاع كيما القريوش وعلا وباش ما يكونش عنا لشوية تتلعجينا مكالاشا يعني نقطعو بالجرارة نغلقو غير بيدنا وسمحوا لي الوقت اللي كنت نعمر فيه مكانش الكاميرا تصور يعني تديرها بياش حي ما خطرها تطفى بلما نفيق لها ونراني نقدم حتى باش نفيق كيما شفتو هنا بعد ما عمرت ووالا نغلق بهذا الشكل هذا نغلق بهذا الشكل ونقلو وكيما قلت لكم الحشوة ما نطيبوهاش يعني نحطوها مباشرة كل يعني كل دائرة تلعجين نحطو لها كمية وانتو موش حل بغيتوه تديروا يعني الكميات على الحشوة تاعكم والاختيار تاعكم فاني في الحش تقدروا تديروا جج في بلاسة الحم تقدروا تديروا الحوت تقدروا بأي حشوة بغيتوها تعمروها المهم الصح في العجينة العجينة هي الصح يعني صدقون يجي ما شاء الله ما تشربش الزيت الكيميات الزيت اللي درتها قليت فيها كامل البوركتائي ومازلت حتى قطرة الزيت يعني ما يشربش الزيت ويجي خفيف ويجي بنين والحشوة ما طيبتهاش يعني بازل لكرر لكم الحشوة ما طيبتهاش رح اطيب معه في القليان صدقوني جي ولا ارواع المهم هذا هو الشكل النهائي تعال بوركتانا بعد ما كملتوه ان شاء الله هتكون عجبتكم لفيديو تعنهار اليوم وتكون لقاتكم في احسن حال وان شاء الله هتكون عجبتكم الوصفة كما راكم تشوفوا من الداخل هكذا يجي داير يعني صدقوني ولا ارواع كانت هذه الوصفة تعنهار اليوم ان شاء الله تجربوها واعطوني رأيكم في التعليقات وبهذا اخوتي اخواتي نقولكم تهلوا في روحكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى اللقاء اشتركوا في القناة